فلو احنا عايزين نصل الى محبة الله يا سلام تأمل كده نصل الى محبة الله والله ينادي عليك ان الله يحبك وان الله وينادي اهل السماء ان الله يحب فلان ان ربنا بيحب عمر ربنا بيحب حسين ربنا بيحب محمود ربنا بيحب علي يحب علي يحب ربنا بيحب كل الناس فلو نادى على أن ربنا بيحبه يا سعد ويهنا طب إيه اللي أنا ممكن من الأفعال اللي أنا أفعلها والطرق اللي أنا أعملها عشان ربنا ينادي علي في السماء إن هو بيحبني إحنا هنحاول نختصر لك وهناك ملايين الأشياء اللي ممكن تعملها عشان ربنا يحبك بس هنديك ما يسمى مجمع هذه الأشياء هنقول لك ستة حاجات كده ممكن تدخلك في الساحة الوسعي ساحة وسع المحبة الربانية وهنتعال هنتكلم معك بنصص القرآن الحاجات الستة دول أخدناهم وكمان طبقناهم على الحياة فطلعونا ستة مجالات بقى ممكن يحصل فيهم الحب ده أول حاجة اللي ذكرنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا أول حاجة أول شيء ذكر الله سبحانه وتعالى يوصلنا لحب الله هو اتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كده واتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه في قلبه الطاهر واتباعه يعني في أخلاق القلب وأخلاق الجوارح الأخلاق أنك تتخلق بأخلاق حضرة النبي فالتخلق بأخلاق حضرة النبي يعمل إيه؟ يخليك تدخل في سبب من أسباب الحب اللي هو إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يبقى إذن هنا أول طريق من طرق المحبة الطريق الثاني التقوى والإنفاق الخفي إن إيه؟ إن الإنسان لو اتقى الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب المحبة اسمع قوله تعالى بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين يا سلام وعشان كده تلاقي التفسير بقى في حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقية الغنية الخفية يبقى الإنسان لو وفى بعهده والتقى هيكون من المحبوبين وده الطريق الثاني الطريق الثالث بقى الإحسان وإن هو يكون من المحسنين الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يا سلام يبقى الإحسان تعالوا نشوف كده نتبع حضرة النبي هذه أول شيء فلما نتبع حضرة النبي نتقي فلما نتقي نحسن الله فنحسن ليه؟ نحسن كما أحسن الله إلينا فهل جزاء الحب إلا الحب وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إيه الحاجة الرابعة اللي تفتح لنا باب باب حب الله سبحانه وتعالى وأبواب حب الله سبحانه وتعالى الصبر وممكن نرى ذلك في قولي تعالى والله يحب الصابرين الصبر ورزاك مين اللي يدي من غير حساب؟ اللي بيحب إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب ليه؟ لأن الله يحبهم ولأنهم أحبوا الله فصبروا على قضائه فإلا حاصل؟ فأحبهم الله فأكشف الله لهم عن حبه دي رابعة حاجة يبقى هو إلا حاصل؟ شوفوا ماشيني إزاي؟ بنتبع حضرة النبي فلما نتبع حضرة النبي نتقي فلما نتقي نحسن فلما نحسن نعمل إيه؟ نصبر طب ولما نصبر إيه؟ الحياة نمشي في الحياة إيه؟ فنتوكل يبقى خامس حاجة تفتح لنا باب الحب إيه؟ التوكل على الله ربنا بيقول لنا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين دي خامس حاجة ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من إيه؟ من المتوكلين دي بقى صبرت فتوكلت على الله سبحانه وتعالى سادس حاجة بقى إيه اللي حاصل بقاه؟ إن أنا أفعل النوافل أكثر من النوافل اسمع الحديث القدسي والله سبحانه وتعالى يقول وَلَا زَيْلَوْ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنْنْوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهِ يا سلام يبقى دقتيل النوافل كمان بتخلي الإنسان يكون محبوبا من الله سبحانه وتعالى ممكن يزود حاجة سبعة أولا يزود حاجة سبعة حلوة أو أوي إيه بقى الحاجة السبعة؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إننا خلينا إن الحب ده بيأتي من الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه للنفس يبقى الإنسان إذا أحب للناس ما يحبه لنفسه ده باب كمان كمان يفتح باب الحب عند الله سبحانه وتعالى يبقى كل المعاني دي بتبايد لنا إيه؟ يعني إيه؟ يوضع للعبد إيه الأسباب اللي تخلي العبد يوضع له القبول في الأرض؟